أهلا بحضراتكم من جديد ومصر حصل فيها النهاردة والنهاردة لسا الموظفين غاضبين على قانون الخدمة المدنية الجديد والنهاردة بالذات كان فيه تطور جديد التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بممثلي العاملين بالضرائب والجمارك المعترضين على القانون عشان كان عاوز يسمع شكواهم رئيس الوزراء طامن العاملين بأنه لن يتم إصدار الليحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مصفيدة مع الخبراء وأصحاب الشأن وقال أن الحوار هيفضل مستمر مع جميع الموظفين علشان يستمع لمقترحتهم رئيس الوزراء أكد كمان أن القانون جاء استجابة لمطلب شعبي من الناس اللي عايزة تتخلص من تراهل الأداء الحكومي والبيروقراطية وقال للموظفين أنه لن يتم إنهاء خدمة أي موظف أو تخفيض رواتب أي حد طيب هل معنا تليفون يا جماعة؟ طيب التليفون مش معنا طيب هو بداية يعني الخبر كما نشر بيقول أنه رئيس مجلس الوزراء التقى مع الموظفين الغاضبين أعتقد أنه بعد هذه الجلسة ما بقوش غاضبين لأنه تم الاستماع لمقترحتهم وتم الاستماع إلى أراءهم وزي ما قال رئيس مجلس الوزراء وكما قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط سابقا لما كان معنا في البيت بيتك أنه هنسمع أراءهم إيه اللي معترضين عليه إيه اللي ألقانين منه وهنبدأ نطبق ده أو نحاول نبلوره في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية يجب أن نذكر حينما نتحدث عن هذا القانون ما جاء على لسان السيد رئيس الجمهورية في كلمته الأخيرة في الندوة التثقفية لما اتكلم عن القانون بصفة عامة وقال ما تنسوش المرتبات كان قيمتها قد إيه ووصلت لحد فين من 70 مليار لأكتر من 250 أعتقد مليار ما تنسوش الزيادات اللي حصلت وما تنسوش أنه القانون ده مش معناها أن حد هيمشي أو أنه مستحقتكم المالية هتقل دول نقطتين مهمين جدا الحقيقة لكل العاملين الستة ونصف مليون أو السبعة مليون اللي بيشتغلوا فيه وظائف حكومية أعتقد دول أكتر نقطتين كانوا مسببين لهم ألأ جايت جدا من رئيس مجلس الوزراء أنه يستمع إلى أراءهم وأتمنى يكون فيه مزيد من الجلسات كمان مع وزير التخطيط أو مع رئيس مجلس الوزراء حتى تخرج اللايحة التنفيذية بما يرضي الجميع